ونحن ندرك أن الأمن الغذائي مسألة سيادية ومصيرية وأنه لا مناص لنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي على الأقل في المواد الغذائية الأساسية ولذا تم مؤخرا استصلاح وإعادة تأهيل أكثر من ستة آلاف هكتار من المساحات الزراعية ويجري استصلاح سبعة آلاف هكتار أخرى ينضاف إلى ذلك ألفي هكتار تم استصلاحها وخمسة عشر ألف هكتار قيد الاستصلاح من قبل القطاع الخاص كما تم بناء ستين سدا واثنين وعشرين حاجزا مائيا ومد ستمائة وخمسة وخمسين كيلو متر طوليا من السياج وتزويد المزارعين بالمدخلات الزراعية وتقديم الدعم للمتضررين منهم وتوزيع ألف وخمسمائة محرات ومواصلة برنامج تنمية الوحدات واستصلاح أكثر من ثمانية آلاف هكتار من المساحات المخصصة لزراعة الخضروات كما عملنا على تطوير وتنمية ذروتنا الحيوانية وأنشأنا لذلك قطاعا وزاريا خاصا وأطلقنا برامج واسعة لتشهيد المزيد من حوائر تلقيح الحيوانات والمسالخ وأسواق المواشي ووحدات معالجة الألبان بغية دمج هذا القطاع الهام في المنظومة الاقتصادية وتطوير قيمته المضافة كما اتخذنا التدابير الاحتياطية لتأمين المنمين من الإنعكاسات السلبية نقص معدل التساقطات المطرية هذه السنة على الغطاء النباتي